موسيقى مشاهدين السلام عليكم وأهلا بكم إلى هذا الحديث الخاص وضيفتنا اليوم السيدة لولوى الخاطر مساعد وزير الخارجية القطري والمتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا القطرية لإدارة الأزمات أهلا بك ساعدة السيدة لولوى الخاطر وأحرص شخصيا في مستهل هذا الحديث على أن أشكرك على أنك خصصت تليفزيون العربي ومشاهدين بهذا الحديث في هذه الظروف الاستثنائية جدا فشكرا جزيلا لك وأبدأ بسؤال عام عن الصورة العامة للوضع الصحي في قطر في هذه الأزمة نسق العدوى عدد الإصابات المسجلة إلى حد الآن بالفيروس ونسبة الشفاء بادي أذيبد أستاذة ليلى أسمحي لي أن أشكرك على هذا اللقاء هذا لقاء كنا قد تحدثنا عنه منذ مدة طويلة واليوم يتحقق بالنسبة للسؤال الظرف الصحي عموما في دولة قطر لا شك أن دولة قطر ليست استثناء العالم كله يمر بهذه الجائحة ونسأل الله السلامة للجميع في كل دول العالم في دولة قطر حتى اليوم قمنا بعمل 43 ألف مسح أو اختبار لفيروس كورونا عدد الإصابات تجاوز الألفين عدد الوفيات رحمه الله جميعا حتى 9 إبريل كان ستة وفيات أربع من الوفيات هي سببها المباشر كورونا اثنين من الوفيات كان السبب المباشر سبب مختلف ولكن تصادف أن الحالتين كانت تحملان فيروس كورونا من حيث الاستعداد هناك جاهزية عموما نستطيع أن نقول أنها جاهزية جيدة وعالية حتى اليوم دولة قطر استطاعت أن تبني مستشفيات ميدانية بلغت سعتها الاستيعابية 12 ألف سرير هذا ناهيكي عن المستشفيات التي هي أصلا موجودة وتم تخصيص جزء من المستشفيات للحالات الطبية الأخرى وجزء آخر وذلك لتجنب العدوة طبعا جزء آخر متخصص في مسألة فيروس كورونا كما أننا لم نلجأ بعد إلى القطاع الخاص ولكن هناك نسبة من القطاع الخاص ستكون مخصصة في حال لا سمح الله احتجنا إلى ذلك ستكون مخصصة للمصابين بفيروس كورونا معنا أن المنظومة الصحية في القطاع العام لحد الآن تكفي تماما وتسد الحاجات صحيح ومن المهم جدا أستاذ ليلى هنا أن نذكر أن كل من يعيش على دولة قطر في الحقيقة هو يعني يستطيع الحصول على الخدمات الطبية كاملة خصوصا في موضوع فيروس كورونا دون يعني بشكل مجاني بالكامل لجميع الفئات دون استثناء ودون تمييز مع ذلك أسأل عن درجة الالتزام بقواعد وإجراءات السلامة العامة مفهوم التباعد الاجتماعي مثلا والذي هو غريب عن عاداتنا وتقاليدنا الاجتماعية العربية والشرقية بشكل عام إلى أي حد ربما شكل عائقا وصعوبة تحاولون التغلب عليه لا شك كما تعلمين يعني مجتمعاتنا العربية معروفة بفكرة الصلة والتواصل طوال الوقت هناك صعوبة لا شك في تغيير نمط الحياة دولة قطر تعتبر من أكثر الدول تنوعا من حيث الثقافات هناك جنسيات كثيرة في دولة قطر فالتعامل مع كل هذه الجنسيات كل هذه الثقافات كل هذه اللغات أستاذة ليلة يعني نحن في رسائلنا الإعلامية الآن وصلنا إلى تسع لغات مختلفة كل رسائلنا الإعلامية تترجم إلى هذه اللغات المختلفة لا شك هناك صعوبة ولكن نؤول كثيرا على وعي الأفراد حدثني منذ قليل عن الإمكانيات التي وفرتها دولة قطر لمواجهة هذه الجائحة والاستعداد الطيب الذي قيمتموي لحد الآن لا شك أن الحصار دفع قطر إلى الاعتماد على الذات في أكثر من مجال الصحي صناعة الدواء حتى حيث أقيمت في السنوات الأخيرة منذ 2017 المستشفيات ومصانع بالأحرى كاملة لصناعة الدواء إلى أي مدى نستطيع أن نقول أن الحصار أفاد قطر فعلا في هذه الأزمة على هذه المستويات لسيدنا علي بن أبي طالب حكمة جميلة يقول فيها التجربة عقل ثاني فنحن ورثنا عقلا ثانيا من خلال تجربة الحصار في 2017 أدت إلى ليس فقط مخزون استراتيجي من حيث الغذاء والدواء ولكن مخزون استراتيجي من حيث الخبرات كذلك وكيفية التعامل مع الأزمات عموما دولة قطر اليوم بعد أن كانت قبل 2017 تعتمد بنسبة 90% على جوارها فيما يتعلق بالدواء والغذاء اليوم هي الأولى عربيا فيما يتعلق بالأمن الغذائي هي في المرتبة الثالثة عشر في الأمن الغذائي دوليا كذلك فيما يتعلق بالأدوية كما ذكرتي هناك عدد من المصانع التي أسست سابقا واليوم كذلك نعمل على تأسيس مصانع فيما يتعلق بالكمامات والمطهرات والمعقمات كذلك المخزون الاستراتيجي الذي لدينا من حيث الغذاء يكفينا لأكثر من سنة ونعمل على تعزيزه كذلك أسأل تحديدا هنا عن الأمن الغذائي وما يثيره من مخاوف لدى عدد كبير من الدول هناك من يخشى أنه مع طول أمد هذه الأزمة قد تستنزف الدول ما لديها أصلا من مخزون هل قطر خارج هذه الدائرة؟ هل الوضع مطامن تماما؟ فلنكن واقعين هذه الأزمة هي أزمة دولية وعالمية هناك صعوبات موجودة ولكن دولة قطر هي من أكثر الدول جاهزية لمواجهة مثل هذه الأزمة في المنطقة العربية كما ذكرت هي الأولى وعالميا هي في المرتبة الثالثة صحيح؟ نعم فبالتالي هناك جاهزية عالية مع ذلك تزداد الخشية سيدة لولوة الخاطر من التكلفة الاقتصادية لأزمة كورونا وتعليق عدد من القطاعات الاقتصادية الحيوية مع مرور الوقت كيف استعدت قطر لاحتواء تداعيات هذه الأزمة على هذا المستوى؟ مجموعة من الإجراءات سيدة ليلة بعضها إجراءات سريعة وآنية وبعضها على المدى البعيد كذلك تم ضخ حوالي 75 مليار ريال قطري بتوجيهات من سمو أمير دولة قطر لدعم الاقتصاد القطري والقطاع الخاص تحديدا منها ثلاثة مليارات على شكل ديون أو قروض عفوا تعطى للقطاع الخاص وذلك لدعم موظفيهم كذلك دولة قطر أيضا الأسبوع الماضي طرحت سندات على المستوى الدولي قيمتها 10 مليارات دولار أمريكي لكن ما طرح فيها من قبل السوق العالمي 40 مليار دولار مما يعني أن هناك ثقة عالية من قبل المستثمر الأجنبي في قدرة الاقتصاد القطري على امتصاص الأزمات كذلك هناك عامل آخر ومؤشر مهم جدا وهو ما أعلنته كيو بي أو مؤسسة قطر البترول عندما أعلنت أن التوسع في إنتاج الغاز المسال أو الـ LNG لن يتوقف والخطط مستمرة وهذا يدل أنه بإذن الله أنه ليس يكون مستمر لا شك هناك صعوبات موجودة لكن نحاول تجاوزها وقدر المستطاع نحاول أن نحفز القطاع الخاص في دولة قطر بحيث لا يتأثر هذا القطاع ولا يتأثر كذلك الأفراد ومن يعيشون على أرض دولة الرسالة طبعا إلى الأفراد المنتمين إلى هذا القطاع تحديدا هل حان الوقت لم يحن بعد لتقدم الدولة المساعدات لهذا القطاع والمنتمين إليه حقيقة المساعدات بدأت 75 مليار ريال قطري هذه كانت دعم بشكل أساسي للقطاع الخاص والشيء الجميل أن القطاع الخاص نفسه الآن يقوم بدعم بعض القطاعات الأخرى يعني على سبيل المثال للحصر من خلال المواد الطبية من خلال التطوع من خلال تقديم الخدمات لمن هم في الحجر الصحي الحقيقة أننا نرى حالة من التكافل الاجتماعي تثلج الصدر عموما سيدة لولو الخاطر مفهوم التضامن والتعاون الدولي الذي عاد بقوة خلال هذه الأزمة وهذا ربما يدخل في باب الظرة النافعة بين الأفراد وكذلك بين الدول هل حرك جمود الأزمة الخليجية والقطيعة التي أحدثتها ما بين دول الاتحاد وشعوبه يعني موقفنا منذ بداية هذه الأزمة كان هو موقف المنفتح على الحوار بشكل عام وكنا دائما ندعو للبحث عن المساحات المشتركة الخلافات ستظل دائما موجودة بين الدول هذه هي طبيعة الأشياء لكن لا بد من البحث دائما عن مساحات المشتركة لا شك أن التعاون على المستوى التقني والفني يعتبر أيضا تعاونا ممكنا لأسيما في ظل هذه الجائحة في بداية هذه الأزمة أزمة كورونا كانت هناك دعوة لعمل لقاء ما بين وزراء الصحة في مجلس التعاون للأسف شهدنا مشكلة نحن نريد أن نقول أنها مشكلة بسيطة وهي من وزيرة الصحة العامة القطرية من حضور ذلك الاجتماع في الرياضة لكن بعد ذلك استمرت اللقاءات عبر وسائل التواصل الحديثة عن بعد والحقيقة أن هذه اللقاءات مستمرة ليس فقط على مستوى وزراء الصحة ولكن أيضا على بعض المستويات الأخرى التقنية إذن المجال مفتوح وموجود ولكن للأسف لا بد للعقلاء والحكماء من أن يأخذوا هذا التعاون إلى المرحلة التالية هل يمكن الحديث عن أي درجة من درجات ذوبان الجليد ما بين الدول المتخاصمة حتى لنقولك حتى الآن لا نرى مؤشرات لهذا الأمر في شهر نوفمبر الماضي 2019 كانت هناك قناة تواصل ما بين دولة قطر وما بين المملكة العربية السعودية ولكن فجأة ودون سابق انذار في نهاية السنة الماضية وبداية هذه السنة تفاجأنا بوقف قناة صحيح صحيح بشكل غير مفهوم بالنسبة لنا أريد أن أؤكد على مسألة هنا أستاذ ليلى وهي أننا اقتصاديا والله الحمد تجاوزنا آثار هذا الحصار وأننا تجاوزناه على مستويات أخرى كثيرة دبلوماسية وغيرها بل أكثر من ذلك أننا خلال هذه الأزمة تلعب الخطوط الجوية القطرية دورا دوليا في إجلاء رعاية الدول المختلفة هل تعلمين أستاذ ليلى؟ حوالي مليون إنسان تم نقلهم خلال الأشهر الماضية إلى دولهم من خلال الخطوط الجوية القطرية بالرغم من التضييق على أجوائنا والخطوط الجوية والخطوط الملاحية عموما ما أريد قوله هنا أننا تجاوزنا كل هذه الأثار لكن يبقى بعدان أساسيان في مقاربتنا لهذه الأزمة البعد الأول هو البعد الاجتماعي والإنساني فيما يتعلق بلم شمل الأسر وعودة الحقوق للأفراد البعد الآخر هو البعد الأمني لا شك لا شك أن البعد الأمني هو حجر أساس في مسألة أننا يجب أن نرأب الصدع ويجب أن نجد معادلة معادلة ما لحفظ الأمن الجماعي لشعوب المنطقة لا ننسى أبدا أننا في نهاية 2019 وبداية 2020 كنا على شفاء أزمة كبيرة في المنطقة كان يمكن لا سمح الله أن تتطور إلى تصعيد أسكري وبجهود الصادقين ومنها جهود دولة قطر تم تخفيض التوتر والله الحمد تجاوزنا ذلك إذن نريد مرة أخرى من العقلاء والحكماء في المنطقة أن يتخذوا من هذه الجائحة وغيرها من الأزمات وسيلة وفرصة يقال في كل أزمة فرصة نعم صحي أجل أن تصل هذه الرسالة ذكرت سيدة لولو الخاطر مساء قطر الحثيثة في أكثر من مجال خلال هذه الأزمة أزمة وباء كورونا لغوث من يحتاج للإغاثة مر أكثر من أسبوعين على قضية البحرينيين العالقين في عدد من مطارة المنطقة والذين استضفتهم الدوحة واتهامات واجهتها مملكة البحرين لقطر في هذه القضية بمحاولة تسييس واستغلالها لتحقيق مآرب وغير ذلك اليوم بعد مرور هذه الفترة ما الذي يمكن قوله لتوضيح ربما ما التبس في أذهان البعض أشكرك على هذا السؤال دعيني اسمحي لي استاذة ليلى في البداية أن أعرض عليك وعلى المشاهدين جهود دولة قطر عموما ثم نأتي على مسألة الإشقاء البحرينيين دولة قطر كما ذكرت ساعدت في إيصال مليون إنسان إلى بلادهم بعضها رحلات عادية وبعضها رحلات إجلاء خاصة شملت على سبيل المثال للحصر 100 ألف مواطن بريطاني وقد شكرت وزارة الخارجية البريطانية دولة قطر على ذلك شملت 70 ألف مواطن ألماني وقد شكرت وزارة الخارجية الألمانية دولة قطر على ذلك شملت 45 ألف مواطن فرنسي وقد شكرت وزارة الخارجية الفرنسية دولة قطر على ذلك وغيرها من الجهود على سبيل المثال الحصر إجلاء آلاف من رعاية الاتحاد الأوروبي من غير الدول التي ذكرتها وأيضا المفوضية الأوروبية شكرت دولة قطر على ذلك بل الأكثر من ذلك إجلاء موظفين للأمم المتحدة من جمهورية العراق الشقيقة أيضا شكرت الأمم المتحدة دولة قطر على هذه الجهود إذن نحن في سعينا لم نكن نقصد جنسية بعينها بقدر ما كنا نقصد المساعدة الإنسانية عموما فإذا كنا نساعد جميع دول العالم فكيف بالأشقاء أستاذ الليلة يعني ملابسات الموضوع هي كالتالي مجموعة من الأشقاء البحرينيين كانوا في إيران حجزوا تذاكر على الخطوط الجوية القطرية وكانوا متوجهين إلى سلطنة عمان الشقيقة ومن ثم كانت هناك رحلة لطيران الخليج للذهاب من مسقط إلى المنامة فجئنا جميعا بإلغاء هذه الرحلة لأسباب نجهلها ولا نعلمها فبقي الأشقاء البحرينيون عالقيين عندنا في مطار حمد الدولي في الدوحة ما الذي كان مطلوب منه؟ خاطبنا الجهات المعنية في مملكة البحرين فكانت الإجابة كالتالي سنعمل على إجلائهم دون تحديد سقف زمني ربما يطول هذا السقف أو يقصر ربما كان يوما أو أسبوعا أو شهرا هل كان مطلوبا مننا أن نترك الأشقاء البحرينيين في المطار؟ أبدا ما قمنا به هو الإجراء الطبيعي الذي قمنا به مع جميع الأصدقاء والأشقاء من الدول المختلفة تمت استضافتهم في دولة قطر في أحد الفنادق المخصصة للحجر تم عمل فحوصات اللازمة طبيا لهم ثم قررت مملكة البحرين إرسال طائرة لإجلائهم ولم يكن عندنا أي مشكلة في هذا ما قالت هي المنامة بمواصفاتها الصحية هل من توضيح لهذه المسألة؟ لم أكن أحب دخول في هذه التفاصيل أما وقد سألتي كنا قد عرضنا على مملكة البحرين طائرة خاصة تقوم بإيصال الأشقاء البحرينيين فلم يقبلوا بذلك ثم كانت الطائرة التي أرسلوها طائرة من طراز معين هي موجودة على الإنترنت تصنيع 1979 لم يعد أحد يستخدم هذه الطائرة ليس فيها حتى منقيات للهواء في هذه الطائرة يعني الحقيقة لم أكن أريد الدخول في هذه التفاصيل لكن كل ما أريد قوله أن المسألة أبدا ليست مسألة سياسية هي مسألة إنسانية صرفة كما قلت موجبت توضيحها سيدة لولو الخاطر وأسأل فقط هل أغلق الملف تماما؟ ملف هذه القضية؟ إن شاء الله من ناحيتنا نحن أغلق ما هي منطلقات الدوحة في الدور الذي تلعبه في إسناد جهود مواجهة الوباء في دول عربية شقيقة وأخرى أيضا صديق البعد الدولي أستاذ ليلا ليس غائبا عن دولة قطر فيما يتعلق بمواجهة فيروس كورونا لأن هذا الفيروس في النهاية إذا انتشر في دولة ما بطبيعة الحال سينتشر في دول أخرى ومن هذا المنطلق سعد دولة قطر لدعم عدد من الدول منها على سبيل المثال الصين منها على سبيل المثال إيران ولكن أيضا في المنطقة العربية إيطاليا لا شك سأعرج بعد ذلك إلى المنطقة العربية لكن إيطاليا على سبيل المثال كان هناك مثل الجسر الجوي تقريبا 12 ناقلة من الدوحة إلى إيطاليا نقلت مستشفيين ميدانيين عفوا بجميع المعدات الطبية والمواد الأخرى فيما يتعلق كذلك بالأشقاء الفلسطينيين طبعا احتياجاتهم في ظل الظروف الصعبة والتضييق عليهم قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي أكبر بكثير من غيرهم كان هناك دعم ب150 مليون دولار ليست كلها تذهب إلى كورونا هي في جزء كبير منها متعلقة بالكهرباء وغيرها من مناشط ومناحي الحياة المختلفة ولكن جزء منها أيضا وجه إلى مسألة مواجهة فيروس كورونا وعموما لعل هذه فرصة أيضا مناسبة لأتحدث عن صندوق قطر للتنمية حيث أن دعمه خلال السبع سنوات الماضية في المنطقة العربية وحدها بلغ تقريبا أربع مليارات دولار فهناك سعي مقبل دولة قطر لدعم جميع الأشقاء والأصدقاء في حالة فيروس كورونا طبعا قطر أيضا تبذل جهود لحال حالة عدد من الملفات والصراعات في المنطقة آخرها الصراع في أفغانستان والذي توجه بتوقيع اتفاق سلام تاريخي بين الولايات المتحدة وطالبان هل سيستمر يسأل كثيرون دور الدوحة في المرحلة المقبلة عندما يبدأ الحوار المباشر أو كما يفترض أن يكون بين حركة طالبان والحكومة الأفغانية في ظل انعدام الثقة التام تقريبا بين الجانبين ورفضت مثلا اطلاق صراح عدد من المعتقلين من الجانبين كما اتفق عليه في أبرز بند ربما من بنود هذا الاتفاق هذه الجهود قائمة بالفعل ونحن نتحدث أستاذ ليلي طبعا هذا الاتفاق التاريخي الذي وقع كان في 29 فبراير من هذه السنة وهذه ثمرة جهود استمرت من 2018 كان فيها بعض المطبات كما نشهد الآن بعض المطبات ولكن إن شاء الله نتجاوزها الاتفاق نص على عدة محاور منها خروج القوات الأجنبية من أفغانستان وهو ما بدأ فعله نعم بدأ بشكل تدريجي تخفيض الوجود بالفعل وكذلك هناك وضع وإرساء آليات لمنع استخدام الأراضي الأفغانية لأي هجوم ضد هذه الدول هناك كذلك بدء وهو ما أشرت له في سؤالك بدء الحوار الأفغاني الأفغاني بين الحكومة الأفغانية وبين حركة طالبان والمحور الرابع هو مرتبط ارتباط عضوي بالمحور الثالث أنه لا بد أن يكون في أجندة الحوار الأفغاني الأفغاني مسألة وقف إطلاق النار لا بد أن تكون جزءا لا يتجزأ من هذا الحوار وهناك آليات معينة أرساها هذا الاتفاق هذه الآليات بالفعل معمول بها هناك على الأقل لقاءان معلنان تم بالفعل برعاية قطرية أمريكية بين الحكومة الأفغانية وبين حركة طالبان هناك تعثر نعم هناك تعثر متوقع متوقع لا شك ولكن ونحن نتحدث كان هناك لقاء يوم أمس وهناك لقاء اليوم بإذن الله إذن هذه المساعي مستمرة وفي النهاية نحن لا نتمنى للشعب الأفغاني إلا السلام والاستقرار فيما بقي من زمن هذا الحديث عودة سريعة إلى طريقة إدارة قطر لأزمة وباء كورونا وهو موضوع الساعة وحاول الأسئلة سريعة وأنتظر إجابات أيضا سريعة سيدة لولو الخاطر الإجراءات المتخذة المشددة كما وصفت في المنطقة الصناعية تحديدا أثارت قدرا من الجدل ما لا يعرف تفاصيل الوضع هناك ما الذي يمكن أن يسمعه منك لتكتمل عنده الصورة المنطقة الصناعية في دولة قطر لابد أن نتذكر جميعا هي جزء لا يتجزأ من مناطق الدولة فحرصنا عليها وحرصنا على كل منطقة في دولة قطر ما حصل كالتالي هناك مجموعة من السلاسل الانتقالية التي بدأنا في اكتشافها واحدة منها كانت متركزة في منطقة معينة من المنطقة الصناعية بالمناسبة ليست كل المنطقة الصناعية مغلقة إنما من الشارع جزئي وغلق جزئي صحيح من الشارع واحد إلى الشارع 32 والآن هناك خطة بإذن الله لبدء الافتتاح التدريجي إذن السبب التقني الموضوعي لهذا الإغلاق الجزئي كان هو اكتشاف تركز يعني عدد من الحالات وإحدى السلاسل الانتقالية موجودة هناك فذلك تم لمصلحة سكان المنطقة وللمصلحة العامة لكن هذا الغلق الجزئي أيضا تزامن مع عدد من الإجراءات منها على سبيل المثال الحصر هناك ثلاث وحدات طبية متحركة للفحص تعمل باستمرار وهناك ألاف الفحصات التي جرت بالفعل لساكني تلك المنطقة هناك ستة سيارات إسعاف موجودة هناك ثلاثة مراكز صحية لخدمة سكان المنطقة من ناحية احتياجاتهم الطبية الأخرى غير فيروس كورونا هناك حوالي ألف عربة تدخل وتخرج يوميا من المنطقة الصناعية لحمد مواد الغذائية والمعاقمات والمطهرات الهلال الأحمر القطري مشكورين يعملون بنشاط شديد في تلك المنطقة قطر الخيرية أيضا تعمل بنشاط كبير في تلك المنطقة وعدد كبير من المتطوعين هناك أيضا عمليات تطهير للمنطقة من قبل وزارة البلدية وبإذن الله يبدأ الافتتاح الجزء يجب أن لا ننسى أستاذ ليلة أغلاق جزء من المنطقة الصناعية هذا أيضا يؤثر اقتصاديا فمن مصلحتنا إعادة الافتتاح أساسا لمن يسكن المنطقة تطبيق احتراز الذي يتبع ويرصد إصابة الشخص الذي يقوم بتحميله بالفيروس وكيفية إصاباته ومدى احترامه لمسافات الأمان هذا تطبيق أثار نوع من الريبة ربما والخاشي على الخصوصية كيف يمكن طمأنة من يخشى من ذلك؟ نطمأن الجميع تطبيق احتراز له هدف واحد فقط وهو الإسراء في تحديد السلاسل الانتقالية بالنسبة لفيروس كورونا والإسراء في توفير الخدمات الطبية ما يقوم به احتراز بكل بساطة أنه في حال اكتشفت حالة إصابة إيجابية يقوم هذا التطبيق برصد كل الأماكن التي ذهب إليها الشخص أو الأشخاص الذين اختلط بهم ثم يرسل رسائل خاصة لهؤلاء الأفراد ينبههم أنهم ربما اختلطوا بشخص مصاب وعليه فإن لهم الأولوية في الحصول على الاختبار الطبي والصحي لتأكد من سلامتهم من هذا الفيروس فيما يتعلق بالخصوصية هناك تشديد كبير من قبل جهات المعنية على مسألة الخصوصية لن تكون هذه المعلومات متاحة إلا للطواقم الطبية فقط وهذه الطواقم لا ننسى أنها أصلا لديها جميع هذه المعلومات الفرق الوحيد أنهم في هذه الحالة سيكونون أكثر كفاءة تحميل التطبيق اختياري؟ تحميل التطبيق حتى الآن هناك دراسة نحاول تشجيع الناس على تحميل هذا التطبيق ونحاول أن ننظر لتجارب الدول الأخرى سنغافورة بدأت في ذلك كوريا بدأت في ذلك كوريا الجنوية طبعا بدأت في ذلك وعدد من الدول نحن نحاول دراسة أفضل ممارسات وبناء على المصلحة العامة بإذن الله ستتقرر كل هذه المسائل عدد من الدول بدأ في الرفع التدريجي للقيود التي فرضت بسبب انتشار وباء كورونا وعلى حركة الناس هذه القيود فرضت على حركتهم وعلى عدد من الأنشطة الاقتصادية وهو كما أشارنا في سياق هذا الحديث يثير مزيد من المخاوف معامر الوقت قطر متى ستبدأ في هذا الرفع؟ هذا سؤال من الصعب الإجابة عليه حتى الآن مليون دولار صحيح لا شك في ذلك لأن أستاذ الليل حتى الدول التي بدأت في الرفع التدريجي بعضها أيضا بدأ في مراجعة بعض هذه السياسات هي عملية تجربة وخطأ ليست هناك إجابة واحدة صحيحة كل الدول الآن تجرب كل احتمالات لا ننسى أنه من مصلحة أي دولة الفتح التدريجي بأسرع وقت ممكن إعادة الحياة بكل بساطة ولكن يجب أن لا يكون هذا على حساب صحة الناس إذن هي معادلة نحاول من خلالها الموازنة ما بين المنافع الاقتصادية وما بين مصلحة الناس العليا وسلامتهم أخيرا سيدة الليل الخاطر وأعتذر منك الوقت يمر بسرعة ما الدروس المستقات من هذه الأزمة إن كان في هذه الأزمة من وجه ربما إيجابي؟ يعني دائما نقول ونردد بيننا وبين أنفسنا في رقاءاتنا المختلفة أن في قلب كل محنة هناك منحة والمنحة الربانية أظن لنا جميعا كإنسانية هي أننا وللمرة الأولى ربما منذ زمن بعيد نتوحد تجاه قضية واحدة لعل هذه تعيد ترتيب أولوياتنا على المستوى الدولي ولكن إذا سمحتي لي أيضا على المستوى الشخصي نعيد ترتيب أولوياتنا من المهم إلى الأهم لأنه في الفترة الأخيرة طغت على حياتنا عموما حياتنا على المستوى الجمعي والمستوى الفردي شكليات ربما اليوم اكتشفنا أنها لا تعني الكثير في مقابلة جوهر الحقيقي وكالناس سيتغير نتمنى ولو جزئيا بعد هذه الأزمة بعد مرور هذا الأزمة أظن ذلك وأتمنى ذلك شكرا جزيلا لك سعادة السيدة لولوى الخاطر مساد وزير الخارجي القطري والمتحدث الرسمي باسم اللجنة العولة لإدارة الأزمات في قطر شكرا جزيلا على هذا الحديث ومشاهدين شكرا لمتابعتكم ابقوا سالمين هذه تحية لكم أينما كنتم اشتركوا في القناة شكرا جزيلا لكم اشتركوا في القناة